في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديميات والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023 وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام والتي نتج عنها مؤشرات منخفضة للحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكليات الجوية للعام الدراسي 2022-2023 لطلبة الشعبة العلمية لتكون بنسبة 55% بدلا من 60% أسوة بما تم في الشعبة الأدبية